اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والعبودية حسم واضح ورائع وجميل جدا وبين أن العبودية وطبعا أنا كلامي سأوسق بنصوص كتابية يا أستاذ الرشيد لن أقول أي كلمة دون أن يكون هناك نصوص آيات من الكتاب المقدس وأيضا شخصيات أكد الكتاب المقدس بأن العبودية ليست هدفا وإنما عقابا لشعوب أمم أو حتى على مستوى الفرد فالعبودية هي أجرة الخطيئة ولم يفرق بين شعب وآخر